بسم الله الرحمن الرحيم معكم دكتور محمد ندا ان شاء الله يا شباب بنشرح معكم كورس الديفرينشال كالكلاس اللي هو الكورس مية واحد اللي هو مات مية واحد او ريد مية واحد للسنة الاولى المشتركة او السنة التحضرية لجامعة الملك سعود. اولاً لشباب بعرفك محتوى الكورس. طبعاً الكورس عندنا اللي بندرسه بيكون من اربع وحدات. كل شابتر طبعاً مجزء لسكشنز اجزاء. كل سكشن طبعاً هيبقى مكون من ايه? من فكرة محددة. طيب بالنسبة للشابتر الاول هو بتكلم على اللي هي مين? الدول. طبعاً مجزء لاكتر من مين? من سكشن. تمام? بالنسبة للشابتر تو بيتكلم على اللي هو النهايات والاتصال. خلاص وبتكون من اربع سكاشن برضو. اوكي. بالنسبة للشابتر ثري بيتكلم على اللي هو التفاضل. وبتكون من سبع سكاشن. بالنسبة للشابتر فوري الشباب بيتكلم على اللي هو التطبيقات على اللي هو شابتر تري. اللي هو التطبيقات على الاشتقاق او التفاضل ان شاء الله بيكون سهل. تعال نشوف ثانياً يا شباب المحتوى وطريقة الشرحة في المحاضرات ان شاء الله. اول حاجة بنشرح جميع الاكزامبلز المطلوبة في الخطة والريليتد بروبلم اللي تقريباً بتبقى معظمها نفس افكار الاكزامبلز. وبعد الاكزامبلز المطلوبة برضو في الخطة بحيث ان الاكزامبلز والريليتد بروبلم والاكزامبلز اللي بنشرحها بتكون تحتوي على جميع افكار الكورس ان شاء الله. اوكي. طيب. برضو بنعمل محاضرات لشرح اختبارات سابقة والواجبات السابقة. يعني باسلوب شرح مش حل فقط لغير. لا بنشرحها ازاي بتحل طريقة خطواتك النموذجية بتحل ازاي بنموذجية. برضو عشان تاخد درجتك كاملة. تالت حاجة المحاضرات بنعمل محاضرات مراجعة قبل الاختبار. قبل الاختبار بتلاها ان شاء الله موجودة. خلاص كده. لان هي بتجهز الطالب. عن اقتناع مني ان هي بتجهز الطالب للدخول في الاختبار. وبنعرفه اسلوب الاختبار بيجيله زي. ربيعاً بقى اللي هو شرح الكورس بنشرحه يعني ايه بالتفصيل? يعني بحيث تناسب جميع مستويات الطلاب. اه ومراجعة سريعة للافكار اللي نحتاجها في المراحل الدراسية السابقة. على سبيل المسال. مسلاً وانا بشرح احتاجت ان انا اعمل تحليل انت ااخد بالك. مضطر ان انا اجي لو سمحت يا جماعة انا براجع التحليل. ابن اي فكرة انت درستها في المراحل الدراسية السابقة وانا احتاجتها في الكورس مية واحد لازم اذكرك بيها قد يكون انت نسيها قد يكون المعلومة مش وصلك لازم ان انا اجهزك للمعلومة الجديدة بتاع الكورس بتاعنا. بنشرح حالك سريعاً عشان ما تحسش بدغط مسألة المية واحدة. طبعاً واحنا بنشرح بناخذ في الاعتبار ان في فروق فردية بين الطلاب. يعني في طالب شاطر في الطالب وسط والكلام زي كده. خلاص كده? ولذلك وانا بشرح بشرح الكورس بالتفصيل. عشان انا اضمن وصول المعلومة للجميع. خلاص? يبقى بالتفصيل. قد احل المسألة واعدها مرة واثنين وثلاثة. خلاص اوكي? مهمة او الفكرة مهمة لكن انا يهمني ان الطالب يفهم الكورس كويس. اوكي? والله يوفقكم جميعاً ان شاء الله.